أريجة كتير منسمع بالديتوكس أو حميات الديتوكس يلي صارت منتشرة بشكل كتير كبير بالفترة الأخيرة ممكن مو بس للحميات الغذائية أيضا فيه أنواع كتيرة من الديتوكس إلى فوائد غذائية والأهم أنه طبيعية وسهلة التحضير حتى نتعرف أكتر عن الديتوكس وأنواعه وأهميته بصرنا نرحب بخصائية التغذية أريج درويج سواح الخير أريج سواح النور نعاد عليك يهلا فيك ويساعد صباحك أريج بالبداية خير أن تعرف شو هو الديتوكس مثل ما قالتو الديتوكس هو شهر كتير بالفترة الأخيرة هو من أحدث طرق الغذائية الصحية لحتى نحن نساعد جسمنا بيطرد الجسم الموجودة والمتراكمة فيه على المدى الطويل بيساعد جسمنا على إعادة تنشيط الخلايا وتجديد الخلايا من أول وجديد وهو كتير منيح للبشرة هو كتير منيح لتقوية جهاز المناع الموجود بالجسم أفضل طريقة لحتى نحن نتبع فيها الديتوكس أو نظام حمية الديتوكس منخفف نحن المواد الدهنية اللي عم تخوت للجسم مثل اللحومات منخفف النشويات منخفف كل الأغذية المصنعة والمعلبة منعتمد أكتر على الخضرة والفواكه وإدخال المي بشكل كبير نعم ريجا كنت عم لك تحت الهواء أنه بحس الديتوكس هو يمكن لأنه صار موضع بالصيف فهو يمكن إله علاقة بالصيف أكتر هيك بحس ولكن جاوبتيني أنه لا بالعكس فيه ديتوكس كتير إله علاقة بالشتوية والطاقات أيضا يلي بتنقصنا بالشتة خلينا نحكي عنه هي أغلب المشاريب الديتوكسي اللي نحن بنعم له تكون باردة بس نحن المواد اللي عم نحط فيها هي أكتر مواد اللي بتعطي لأطاقة للجسم أكتر المواد اللي بتعطي لأطاقة للجسم هي الليمون والزنجبيل والنعنع والإخيار هاي المواد كلها يعتاه هي داخلة بتركيب الديتوكس بشكل كتير كبير فهي بتعطينا طاقة خلال الصيف وخلال الشتة فخلال الشتة نحن لازم كتير نركز على إدخال عصير الليمون بالنظام الغذائي لأنه هو أكتر شي بيعطينا طاقة بنشط الجسم بشكل كتير كبير أفضل من كل المنبهات أو الكافيين اللي احنا ممكن يدخل لجسمنا خلينا نتعرف عن ديتوكس كل نوع من فرد يمكن في كتير أشخاص بيهمن أنه ينزلوا من وزنون يمكن كتير أشخاص عم يتبعوا هذا الديتوكس خبرين عنه أكتر شو بيتضمن شو بيحتوي وكيف نصنعه تمام هلا إحنا هاي المشكلة اللي احنا منعاني منا أغلب الموجودين يغانوا من البداني ومنزياطة الدهون بالجسم بسبب النظام الغذائي الصحي اللي احنا كلنا ما منمشي عليه صح يعني احنا البداني بتصير عنا بسبب تراكم أخطاء غذائية بيسيد الدهون بالجسم وتتراكم عنا فنحنا عنا ديتوكس تنين من مشاريع الديتوكس اللي هن كتير بيساعدوا على حرق الدهون أول واحد هو الزنجبيل مع النعنع والليمون والمي أكيد لحتى نحنا نصنعه بدنا نحنا خمس وراء نعنع مع نصف ليمونة ومع ملعة زنجبيل صغيرة منغلي المي لحالة كوب المي بدنا منغليه لحاله منحط المادير لحالة بيأبريء ومنضيف المي الساخن عليه ما منحط المي ومنغلي المواد كلها سوا يعني منحط المواد لحالة منغلي المي لحالة ومنضيفها عليها لأنه نحنا لما منغلي كل هاي المواد ممكن نحنا نخسر الفيتامينات الموجودة فيها بتالي احنا ما استفدنا شي منا هادي الديتوكس كتير بيساعدنا لحتى نحن نحرق الدهون هاي لأنقاص بدون شكل عام ولا بس لحرق الدهون لحرق الدهون ولأنقاص نظر هاي لحرق الدهون أكتر في عنا الديتوكس التاني اللي هو بيخلينا نخسر كيلوغرامات أكتر اللي هو ديتوكس خلي التفاح لحتى نعمله نحنا هو طريقة كتير سهلة وكتير منزلية وموجود بأي منزل المواد اللي بدنا نستخدمها بدنا ملعقتين خل مع تفاح مع النعنع كمان النعنع موجودة تقريبا بكل أنواع الديتوكس والنعنع مشواني حسن الطعمة تمام يحسن الطعمة بيعتي حلاوي ببدل نحنا ما نحليه بمحليات صناعية تانية فنحنا فينا نستبدله بالنعنع ومعلقة قرفة أول شي منحط طبعا منطحن الماء بدنا كمان لتر ماء منحط بلتر الماء كل المواد معدى التفاح يعني منحط له ملعقتين الخل ومنحط له معلقة القرفة ومنحط له النعنع ونخلطهم كلهم بالخلات لمدة عشر دقائق تقريبا عشر سواني عفوا ومنقطع الخيار التفاح لقطع صغيرة ومنظيفة ونحطه بالبرياد وفينا نشرب منه خلال النهار منصفيه ومنشربه هذا أكثر يساعد على انقاس الوزن الديتوكس الأول يساعد على حرق الدهون أكثر وخاصة الموجودة بالبطنية اللي كلنا منعاني منه نعم أريجو أريجو يعني اليوم أريجو خلينا نحكي عن بالشتي يمكن منشوف كتير أنه أنا معي غريب أو أنا ما بعث حالي إذا متحسسة أو إذا مرشحة أو إذا مقربة أو هذول التفاصيل اللي منعيشها بالجو البارد خلينا نحكي عن استقبال الشتوية بما أنه تأخرنا على استقبال السنة كيف لازم نستخدم الديتوكس لحتى شوية نعمل وقاية لحالنا من نزلات البرد؟ هلأ هو أسهل ديتوكس نحنا فينا نستخدمه بأي وقت وكتير بيعته مناعة كتير قوية للجسم يعني حتى قد ما أنت تعرضت لبرد أو شيء فهو بيكون عندك مناعة كتير قوية ضد الإنفلونزا ما بده شيء هو بس عصرة ليمون مع المي يعني فيكي أنت الصبح بست فيئة بدل ما تشرب كاسة المي لحالي لنحنا كتير منركز على شرب المي على الريء لأنه كتير مفيدة للجسم كاسة المي بس عصيري لعصرة ليمون صغيرة وشربية عصرة صغيرة ما كتير نكتر ليمون لأنه ممكن نحنا نضر المعدة إذا فينا نحنا نعملو أربعة أيام بالأسبوع هذا الشيء ما نعملو كل الأسبوع بس للي عندهم مشاكل بالمعدة أما يلي ما بيعاني مشاكل بالمعدة فيه يعملو كل يوم في أشخاص مكبتين يفعلون خيار كمان الخيار منيح بس يعني هذا الليمون هو اللي بيع تطاقة الخيار بيساعد أكتر على ترطيب البشرة أما الليمون هو اللي بيع تطاقة للجسم بأول مناعة كتير كتير بالجسم تماماً هاي إذا أنه عن المناعة أما هلأ يمكن كمان إذا نحكي شوي عن البشرة كتير صبايا بهمهم جمال بشرتهم يحافظوا على نادارتها يمكن بكل الفصول شو بتنصحيهم يشربوا ويعملوا ديتوكس؟ هلأ نحنا مثل ما قالنا هلأ الخيار أنه بيساعد على ترطيب البشرة كتير فأفضل ديتوكس وأسهل ديتوكس كمان فيها تتبعوا لأي امرأة هو الخيار مع النعنى والليمون مثل ما عم نلاحظ أنه الليمون عم يدخل بكل الديتوكسات بدنا تمن أكواب ماء منحط معهم الليمون شرائح ليمون ليمونية وحدة منقطع لشرائح بدون تأشير بدون تأشير مثل ما هي بس ما قطع لشرائح صغيرة ومنحطها بالماء والخيار كمان منقطع لشرائح صغيرة ومنحطه ومنضف له النعنى منحطه بالبراد هذا المفروض يكون بارد لأنه ينعيش الجسم أكتر ونعيش البشرة أكتر ونحطه بالبراد لمدة ساعتين تقريبا وفينا نستخدمه بقية للنهار نعم يعني ديتوكس هنا 8 أكواب ماء يجب أن يخلصوا بالنهار بالنهار نحنا بالحالة الطبيعية المفروض نحنا نشرب تقريبا 8 أكواب ماء يعني بدلا نحنا نشربها نحنا ندخل الماء بشكل تريجي هي أكتر شيء تأخذ الماء دائما فيك تلاحظ الفرق الحالك بالبشر كيف بيكون قبل وبعد السواد اللي تحت العيون كله بيروح التجعيد اللي حوالي العنين كله بتروح هاي كلها يعطوا الماء هي اللي بتعمله بس احنا بنا نسابر عليها يعني فينا نحنا حتى ما ننصى الماء نخلي نط ماء قدامنا على طول أي متما لقينا الحال نشرب يعني حتى لو شوي مضروري نحنا ناخد الكوب كله مثل ما هو نشربه يعني فينا على النهار ناخده برياحتنا كمان يمكن قريجي بالأحوال الطبيعية بيقلونا كثرة فواكه موسمية هي كثير بتنشط الخلايا الخلايا الوج وخلايا الجسم كمان في أنواع ديتوكسية يمكن بيتخلى فريز بيتخلى بطيخ كمان هاي إلا فوائد معينة للجمال والبشرة طبعا أكيد هاي نحنا نظام أو حمية الديتوكسية بتعتمد على الفواكه والخضروات الطازجية يعني احنا نحنا نحو يعني هدنا نحنا نحن عوسم نكتر من الفريز нتكتر من الديتوكسات يليh فيها فريز هلا اللي مون تقريبا متواجد دائما فهو داخل بكل أنواع ديتوكسات فى عنا ديتوكس كتير مفيد اللي هو الفريز مع البطيخ يا اللي قلت عليه بدنا نحنا كوب فريز هذا قطير ديتوكسي ممكن كثير عندي الطيب وفيه عشبة الروزماري اللي هي اكليل الجبال اللي بتعطيه طعمة كثير طيبة بدنا نحنا لحتى نعمله بدنا كوب فريز بدنا كوبين بطيخ احمر من قطع قطعة صغيرة واثنين غصنين صغار من الروزماري ومالمي وفريز يكون مطحون او قطع؟ لا من قطع قطع هلا من قطع الفريز قطع منحط معه عشبة الروزماري ومنطحنهم بالخلاط يعني الفريز مع الروزماري اول شي منطحنهم بعدين منضفلهم البطيخ منرجع كمان منطحنهم ومنحط منضفلهم لتر ونصف مي منسخنهم على الغاز مولا يغلوه ما فينا نحنا نخليه يغلي لانه هيك ممكن نحنا خصلنا كل الفيتامينات لانه الفيتامينات بتتأثر بالحرارة فنحنا بس منسخنه نرجع منحطه بأكواب منحطه بالتلاجة لحتى يتلج وفينا نستخدمه بعدين نحطه بالتلاجة تقريبا مدة ساعتين لثلاثة بعدين منستخدمه منشان بيصير بيتقطع تقريبا قطع معنا يمكننا ناخده هيك بدون ما نشربه يمكننا نخليه شوي مثل السلاش ومنشربه نعم قريج يمكن كلنا جربنا الديتوكس بس في ناس ما بيسوال الديتوكس في ناس ما بيسوال انواع محددة وفي ناس سلازم تأخذ انواع محددة هون يمكن الاجتهاد الشخصي بيلعب دور سلبي خلينا نحكي عنا هالموضوع اكتر نحنا مثل ما قلنا انه نزام الديتوكس بيعتمد على ادخال كميات كبيرة من المي للجسم فنحنا في عنا ممكن يكون عنا مرضى عندهم احتباس سوائل يلي عندهم احتباس سوائل نحنا بنعطيهم مدربة لحتى نحنا نتخلص من السوائل الزايدة بالجسم فهو ما فيه يتبع حمية الديتوكس في عنا اكتر شي عنده احتباس سوائل يلي بعانوا من امراض الكلية ومن امراض القلب هدول الاتنين بدنا نكون كتير حزيرين معهم باتباع حمية الديتوكس ما فينا نتبعه بشكل كتير كبير في عنا كمان الاشخاص اللي بيكون عندهم نظام غذائي كتير غلط يلي هو كتير بيعتمد على ادخال ضهون على اخذ كميات كبيرة من البروتين ومن السكريات كل النهار فنحنا ما فينا نفاجئ الجسم بانه فورا نقطع عنه كل شي ونعتمد بس على المي والفواكه لانه هذا الشيء كتير غلط بدنا نحنا نصير نعوده تدريجيا لانه الامراض القلب والكلية كتير بدنا نكون حزيرين معهم اما اللي بيكون عنده عادات غذائية غلط كلها غلط فنحنا شوي شوي بدنا نعوده على النزام الديتوكس ما فينا نحنا فورا ندخل فيه نزام الديتوكس ما فينا حتى للاشخاص السليمين ما فينا نحنا نتبعه لمدة مثلا اربع تيام او خمس تيام بالاسبوع لانه نحنا جسمنا بحاجة لمواعد غذائية ضرورية تدخله اللي هي اساسية السكر البروتين والدهن لانه كم يوم يفترض انه يستخدم انواع ذلك؟ ماكسيمو ثلاث تيام بالاسبوع بالاسبوع لكل الناس حتى السليم لانه نحنا ما فينا نحرم الجسم من انه يدخله دهن او بروتين هلا احنا لما منتبعه يومين او ثلاثة نحنا عنا مخازن بالجسم الجسم عم يخزن بروتين عم يخزن سكر ودهون فهو فيه استخدمه وصير بيحروق الدهن الموجود بالجسم لهيك نحنا بنخسر الوزن اما نحنا لما بدنا نحرم جسمنا لأربع او خمس تيام من المواد الغذائية هيصير في عنا كتير ضرر بده يصير عنا وجع راس طعب ارهاق طعب بالمفاصل لانه نحنا ما عم دخل المواد الغذائية الضرورية للجسم نعم ريج يمكن منشوف بعض الامهات بيقولوا لأولادهم انه يلد مع متع شربك شوية ديتوكس اللي فيه ليمون مشان تكون اكتر طاقة بالمدرسة صح انه الولاد ياخدوا ديتوكس او فيه انواع محددة للاطفال فيهم ياخدوا الديتوكس اللي مون هو طبيعي عصير ليمون هو طبيعي وفيه ياخدوا اي انسان صغير او كبير بيعتطاء كتير كبير للجسم باش بشرط انه نحنا نحدد الكمية وخاصة للاطفال نحنا ما فينا نعطيهم كميات كبيرة من الليمون وخاصة الصبح لانه ممكن المعدة عندهم ما تكون متحملة انه يدخل لكل هذا الحمض نحنا عنا في شبش جسم اسمه البياش او الوسط القلوي فنحنا اذا عطينا حمض زيادة ممكن نحنا ندايق المعدين ندايق الغشاء المخاطلة المعدة وصير عنا مضاعفات وقرحة تماما فلهيك نحنا بدنا ناخده بكميات كتير قريلة الطفل فينا مرتين مو اكتر من بالاسبوع يعني نحط له بكاست المي الصبح عصرة ليمون صغيرة فينا اذا بدنا نحنا نخفف له هاي القصة بالليل من حتى بكاست المي منقطع شرائح اخيار مع ورق نعنع وعصرة ليمون من خلية للصبح ويشربها بس مو اكتر من مرتين بالاسبوع كمان هنا قطة مهمة انه كم مرة الواحد لازم يشربها وخاصة للاطفال يعني في كتير من الاخصائين تغزيوا اغلبهم بيقولوا انه ودراسات كتير بتأكد انه الماي كتير مفيدة الصباح وخاصة عري هلا في كتير اشخاص ما بيقدروا يشربوا ماي الصباح في ديتوكس معين تكون نكهته طيبة ومفيد انه يتخذ كل يوم الصباح عري هلا ايه اللي حكينا نحنا عنه من شوية هو افياد انواع الديتوكس اللي هو الماي مع الليمون ما بياخد من وقتنا الصبح كتير يعني هي بس عبالكاسة وعصيري له عصرة ليمون صغيرة فيك اذا ما تجد تقبليه هاي في قريبنا كل يوم صح ايه للصغير متل ما قالنا انه يومين مو اكتر اما لالكبير فيه ايه بس ما نكتر كتير ليمون عصرة صغيرة يعني ما كتير نحط فيك تحت ايه اذا بدك تخفف من حمودة ليمون تحطيها شريحة ما تعصريها عصر هل نحط معها عسل مثلا؟ ايه هو فيك تحليها ونجابي فيه عنا اكتر محلي نحنا فينا نسخدمه العسل بس ملعقة صغيرة ما يتكون فاترة ولا باردية؟ فاترة يفضل اكتر الصباح لانه بتساعد على الهضم اكتر بتنصح انه ينعمل فورا وينشرب قبل بكم ساعة؟ لا فورا احسن يعني بس الديتوكس الصباحي اللي حين نشربه يكون فريش فورا نعمله بس يعني منعب الكاسة ونعصله عصرة ليمون فينا نحلي بالعسل اذا ما قدرنا نتابل الطعم الحمودة الصباحي لكن يمكن هلأ اغلب السيدات من بعد الاعياد هلأ بيتجهوا فورا عديتوكس لحتى يستقبلوا الصيفة بجسم رشيقة او الرجال لحتى يتخلصوا من الكرشة تحبي تعطيون مثلا نصائح لرجال لحتى يتخلصوا من الكرشون مثلا بشي دي توكس هاك زريش؟ الأول اكتر شي بيروح الدهون والبطن مثل ما قلنا اللي لنا اول شي اللي هو النعنى مع الزنجبيل والليمون هاد اكتر شي نحنا بيساعدنا على حر الدهون خاصة المتراكمة بالبطن وبالاوراك عند النساء نحن نعاني من مشكلة على طول انحنا ما منستمر فورا من مل يعني هو بده فترة لحطياته نتيجي ما هيعطيك نتيجي فورا كم شهر يعني يفترض انه يستمر فيه؟ تقريبا لثلت شهور يعني هو ما بده شي وسهل بس نحنا نتعود عليه مثل ما نحنا منعوج جسمنا على عادات مثل ما كلنا متعودين على عادات مانصاح وعادات غذائية كتير سيئة فينا بطريقة بسيطة بشكل تدريجي نحنا نرجع نتعود على عادات صحية يعني اللي بيتبع مثلا الليمون الصبح مع المي كل الشتوية ما هيقرب مو حيصيبه انفلونزا يعني حيكون جسم عنده مناعة كتير قوية فهي كتير بسيطة وسهلة بس نحنا نتعود عليها بشكل تدريجي ان شاء الله الله يبعد المرض عن الكل وشكرا كتير لكل الديتوكسات اللي عطتنا اليوم شكرا لكم وعلى كل الأفكار أكيد شكرا كتير لالك قريج دربيج شكرا لالك قريج ومتمنى لك كل التوفيق شكرا إليك